خرج حسن بن عبيشاء المدير الرياضي لفريق الوداذ الرياضي والمدرب السابق للفريق بتصريحات متيرة قبل مواجهة الأهل المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 وتأهل فريق الوداذ الرياضي للمباراة النهائية بعدما تمكن من إقصاء ماملودي صندونس بالتعادل للقاتل هذفين لمثلهما يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الوداذ الرياضي تمكن من حسم التأهل في المباراة الماضية مستفيدا من تعادل السلبي على أرضية ميدانه ليصعد بفضل قاعدة الهدف الاعتباري وقال بن عبيشاء في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية تمنيت منذ دوري الربع النهائي أن أواجه أو نواجه الأهل المصري في المباراة النهائية وتابع المدر الرياضي الأهلي والوداذ تقابل في مواجهات إقصائية عدة مرات خلال الموسم الماضية ستكون مباراة متيرة بين الفريقين في النهائي وستلعب على جزئية تغيرة لذلك ستكون مباراة تاكتيكية أكثر منها ممتعة واتأتم الأهلي يمتلك لعبين مميزين في الهجوم مثل حسين شحاتا وكهربا وغيرهم والوداذ أيضا لديه أسلحته الهجومية بالرغم أنه لا يسجل أهداف كثيرة في المباراة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر